موجة حر غير مسبوقة تشهدها الكويت وبقية دول الخليج هذه الأيام تعدت فيها درجة الحرارة فيها إلى أكثر من خمسين درجة مئوية وسجلت في بعض مناطق شمال غرب البلاد ثاني أعلى درجة في التاريخ هذا الصيف والأعلى في المنطقة وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بعدما بلغت أربع وخمسين درجة مئوية وفي ضوء هذه الأرقام حذر خبراء المناخ من أن ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج هذا الصيف يشير إلى ما هو أسوأ من ذلك في المستقبل إلى حد يهدد حياة الإنسان ويزيد أعداد اللاجئين ومشاكلهم وكذلك يسبب ندرة في المياه ويضخم من عواقب الاحتباس الحراري